مع المحلل برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كنهتم فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة رفقة الكاتب والبحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي مع المحلل تداء من العشر والصباحا على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم مستمعين الكرام سباح النور عليكم سباح الخير مرحبا بكم في لقاء جديد ومتجديد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو وبرنامجكم مع المحلل للقاء التحليل النفسي اللي برفقتوا مستمعين الكرام كنوقفوا عند مجموعة من الإشكالات اللي مبروحة بطبيعة الحال وفصة الأسرة المغربية فاصبحكم بروق ومرحبا بكم وتبارك الله على هذا الأمطار الخير اللي يجعلها بالنفع علينا يا رب وكنتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة وكل هداك كل يوم سبت وصباحات يوم سبت كنرحبو بالأستاذ مامون مبارك الدريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي محببا بك أستاذ مامون مبروك علينا هذا الشيء مارك الله فيك لسوكينا بالصح المغربة وخمشي كلهم كيدلوا الفلاحة مليك التحشتك يقولوا كلهم فلاحة انتي دي بخساك ارتاح ورح تسترابر كتريحنا فازك أصل دياني اذا كنت جديد لا كنت كل شي فلاحة لا الى الله مرحبا للا مرحبا أستاذ مامون اليوم سوف نتكلم على واحد الموضوع اللي ربما يرهاق عدد كبير من الناس مليه كنت تكلموا على التربية وعلى الوليدات كلنا في التجربة الأولى كانت تفاجئوا بالمسؤولية توجد فينا ما يعرف كيف ينتظروا في تربية الولاد أو كيف يكبر هذا الولاد فكين من الناس اللي كتكون عنده واحد الرغبة في أنه يولد وليدات فأول ما كتحمل المرأة وهي وزوجيها كيعيشوا واحد الرغبة في ذاك الوليد من البداية إلى النهاية حتى يأتي وكتكون الفرحة مستمرة كاللي كتوقع أكسيدن ما معولينش أهول لك يقول لك أنا ما عندي ولدات في باركة ما عنديش علش نزيد ثاني أو لا وكيأتي أوليد كاللي ربما كتكون ضروف أخرى قدامه اللي كتخليه مثلا يقول ومشي وقتها ربما تصرعناها ربما 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 فهنا كيتطرح واحد سؤال كبير ووقتاش احنا كنقوله باللي عندنا رغبة في ولداتنا أولا احنا رفدينهم والإحساس كيدوز عندهم المرغوب والغير المرغوب فيه دبا ملكة حدة مقاولة شن هو المنتوج ديالها الطبيعي هو البيعو الشرع المقاولة مشي مسرح مشي مسرحية لا غل متلوك نبيعو غل متلوك نشريو يعني تسمى تسمى إفلاس إذا هذه هي البنية هذا هو التحليل البنيوي هي أش من فعل وهذا الفعل نقوله فعل ضمني معناه ضمني معنيتها ولداته لنا البنية إذا ملكة حدة مقاولة المنتوج طبيعي للمقاولة هو البيعو الشرع هو الربح أو الله يستر الخسارة إذا الملكة حدة أسرة المنتوج طبيعي للأسرة هو تبدو العاطفي هو الأشياء تصبح مشتركة المال ديالهم الاستثمار ديالهم المشاريع ديالهم وضمنيا طبيعيا رأى الأبناء كي يجيوا إذا الواحد الرجل الواحد معك تفاجئ قد قولك لا هذا ما معناه هو الحدث ما هو الحدث هو كنبغيو إحنا نصبقه بالاستبصار ولا بالأمنية اللي هي داخلة للحلم الاستبصار هو يديروها الناس ديال الإحصائيات يقول لك نمو الديمغرافي القد 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 الناتج الداخل الخام القد القد عدد ديال الشباب اللي تخرج القد القد ما غا تكونش النسبة كافية الاستيعاب كذا هذك رأى اشياء ذاك الاستلصار ريفيزيوني في العائلة ما غا تكونش نسبة كافية الاستيعاب كذا ما غا نديروش هاد المعطيت بها تشكل ولكن تعمرها بحلهم العائلة كنديرو الأمنية يتمنى الناس كتتمنى المرأة كتتحلم يحلم الرجل مغينة وليدة هذك الأمنية كتهيئ النفس الاستقبال والإقبال كتبا نديروه نديروه واحد المرأة ولا واحد الأم ما كانش حادث الأمنية كانت مشغولة شطونة كانت مريضة كانت مقلقة كانت الخاصمة كانت 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 وجرولية راه ضمنيا في البنية اللي هي تحديث الأبناء راه مرغوب لأن كيف قلت لكم المقاولة البنية ديها راه تحدث لبي عشرة إذن من حيث البنية راه كاين دبا من حيث التهيئ والإقبال والاستقبال وقع نوعا ما غفلة حيث هو العمل الهائي اللي يلهاد العالم جاك لقون العلماء اللي يمتلوه وما تيتكلموا عن اللو ديزير يعرفوا بنوعين من الرغبة كين اللو ديزير المعلن وكين اللو ديزير ان كونسيون فما أذراك بلو ديزير ان كونسيون راه نفسك تهيارات من الناس ولربما راحيت الامنية ديالها هيا انت مشعرتش بها فاعلات لربما هي واحد ديناميكية فش بلاسة وحركتش حويش إذا نمسألة هنا واش متعلقة بالحقيقة او لا بالحق العمل الهائي اللي يجاك لك هو تي عند واحد لانوسيون سميتها فوخوليزيون دي نون دي بير واحد العداد ديال المنابير كينلقها ويتتكلموا عليها وما ضابطينها ويقدر يوقع لبس عند الناس اللي يقرأوا هذوك المقالات ويسمعوا هذوك الحوارة ما هو فوخوليزيون دي لاندوبة العربي عندنا هو مقام الرابط ما هو مقام الرابط لجنبسطوهات نظرية دي لها دا العليم كأنك من اللي كتسمي المعنى ما تيتحددش بالاسم اللي انت سميته كيتحددس بواحد الاسم آخر كيربط ما بي الاسم اللي انت سميته والمعنى اللي غي يحدد في البالد الاخر طوالك ندويني على الأسبوع الماضي ما بين الفرق ما بين المغزى والمعنى لا سينيفيانس لا سينيفيكاسي لين واحد الاسم جاك لكم تقولك محجوب مدرق يسميه باللاتينية الفالوس يقولك هذا الاسم المحجوب هو الذي يربط دائما ما بين الاسم والمسمى وهو اللي غي يعطي في المثلات الأب والأم طفل جاك لكم يدير هاد المثلات يقولك في بلاسة الأب يدير السامبوليك وفي بلاسة الأم يدير له غيال وفي بلاسة الطفل يدير الماجينة إذا دابعنا نجد المثلاتات مرة واحد غير غاليت تحركوا فيهم المواضع المثلة الأول هو في القمة ديها للأم فلاباز علي من الأب وفلاباز اللي تحتني علي صر الطفل إذا نغلقه أم بي وفلاباز المثلات يتحركوا في بلاسة الأم وفي بلاسة الأب يدير السامبوليك وفي بلاسة أ يدير السامبوليك وفي بلاسة أ يدير إ ما يدير السامبوليك كيف يكون جواب دي الولدي كيف يكون الجواب دي لهم إشباع الرغبات دياله يدير له خطره بزر يديره بغير يديره لماذا عملناها مزيان اشتي مجاوبوش في الموضع الحقيقي الطلب هو ورا كيتطلب من جهة اي من جهة اليماجينير والجاوب يجي من جهة اس كيف يكون جواب كيف يكون جواب ام من جهة ار هو كيتطلب من جهة اي الانفان كيتطلب من جهة الخيال لماذا الخيال لماذا الخيال أحبابي رمشي كيتوهم له لأنه هو تعاني من الفخص خاشم الإحباط والإحباط هو طبيعي طبيعي ما هو لو تجيب له جميع الأشياء اللي يتمنى واللي ما قدرش يعبر عليها و ما عارفش يتمنىها وجبتي هالو سيبقى يحسون الإحباط ما يقول جاك لك عن الإحباط يقول لك الإحباط هو بنية الخيال متعلقة بشي في الواقع سؤالنا هنا شنو الفرق ما بين طفل يكون متعلق بمو من حيات الرغبة و يكون عالق بفمو لا هذا هو السامبوليك وهو لك يعبر على أنه ما مرغوب فيه لأنه متعلق بها و مخداش هداك الشي اللي يخصت عطيه ها هو متعلق هي تتبليها متعلق بها فقط تتعلق به قد قلو الله أحبيبا مزيخ تديرها كهدي في العام الأول يالو في العام الثاني قد رمشي معه العام الثالث و ركب ذا من العام الثالث الرابع واللي صافي و من بعد قاع إذا نجعلوها هي تفهم وتمييز و حتى هو لساعدوها الطفل يفهم ومييز متعلق بمك و عالق ثمك ها احساس طبيعي أنه يكون متعلقين بوليفي ولكن عالق هي واحد فيها اذا نعطيه واحد صورة باش نتقرب المستمع هو الدبانة في ذاك الشبكة دي الرتيلة وش متعلقه او عالقه عالقه ببطري يعني ستموت ستموت حيث لشدتها الشبكة دي الرتيلة وش تتعني ما هتطلقك تتقل اما متعلقه او ها يديك شديل في عرض تجزره او نتحل ايدك و كات تطلق هذا هو متعلق متعلق ييد شدفين او ها يدهم مدودة ليدها و شديل هذو متعلقين هذو عندهم معلق اما عالق ردبانة لصح يصلى فا الشبكة دي الرتيلة رغم ما تبقاش غدتحين رأى هرتيلة دلت هذيك الشمكة رأى هم باش إلا فلتت لها الدبانات وتفجع رتيلة قالت لها الدبان الشمكة ديالي رأى ما تتحج منها إذا فين غادي يتعلق وفين غا يصبح عالق تشوف معايا واحدة واحدة لشي ما دانو جاك لكم بعدها نوصفوه للناس حبابنا شوف العبقاري جاك لكم يفاش كي بيين هذي البنيات زنان مز وجاك المتلده المتلده الخيالي مجعدة المتلده الواقي جاهدا 이�ي هاهو جاهوا Las Vegas هال ال你有 المتلد هال الاب المتلده الواقي اي ههو�� PO المتلد من عند masculin الأم الخيال ها هو زي معي ما كيش التصالب الأب هنا هو كين توا acid مع الأب هذا هو المتلات هالأم هالوالد هالأب المتلات الواقعي هوا هوا لا يمكن أتصال gear model و ي могли ينتوازي مع هذا الاب لا يمكن أن أتصال عليه باشا خاصلك يدخل النجو الخطة هي وrazه الأم مشي يهمي الأم هو يخص هذا المتلات و يترتقه يجب أن يقطع و هناك يقطع هذه النقطة التي قام بها من خط الأب و هذه البلاسة هذا هو الشعور هناك تكون شعور في البلاسة هنا و هناك دور الأب يدخل في هذا البناء المثلث ما بين الطفل و أمو و الخياة الشيء اللي بقت المثلث محكم مش فعدر اللي بقت المثلث محكم ما تقطعش مش فعدر معنيتها هذا هو لغيبقى حالق إذا كيفش كتدر هاد العملية هدي والأب مفضي والأب مكينش الأب مات الأب مطلق هالمرأة و خساد دار هدي إذا ما مسألة دية المرغوب مرغوب ما مرغوبش فيه كتعينيه في الحقيقة وش معترف بيه و ما ما معترفش بيه ما معناه معترف بيه دول متلد الحكمة نحنا في فكرة الإسلامي كي يبدأ بالحق كي يمر بالحقيقة كي يبشي العلي كي يمر بالعدالة و عندنا مدلة فوق منه كي وزيه اللي فيه الفهم كي يدي العلم والعلم كي يجيب للعمال والعمال تيبني المعامال هذا الميزان للحكمة فيه ثمانية ديال الأركان بداية سرق لول الحق ماشي الحقيق إذن هو من يت يقول مو واش كي عبر على انه ما مرغوبش فيه واش هنه حط رجله فرق الحق ولا فرق الحقيق اللي كي يقول انا مكرح حساسي مرغوب فيها واش هو فرق الحق ولا فرق الحقيق يعرف حقيقة الإحساس اللي هو حاسبه ومحبط منه ولكن الجواب را مغيجيش من الحقيق را غيجيه من الحق والرغبة لإنسان كلها لا حب ولا عشق ولا 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 ما تتبدأش من حقيقة الإحساس كتتبدأ من البن البنية الحق اللي غيتأسس فوق منها هاد الإحساس إذن شكل كي يسبق بزاف ناس كيتزوجوا برغبة تكتر غب المرأة في الراجل ولا رجل كي يغب المرأة عاد كيمشي ويدلوا عقد الزوائر ولكن هاد الترتيب واش هو ترتيب بنياوي ولا ترتيب الوقع ما معنى بنياوي يعني واش لوقيته اللي رغبات فيه عاد الحق تأسس ولا لوقيته اللي رغبات فيه الحق رأم أسس ما عاد الحق تأسس لا الحق رأم أسس سيد الاسول هجاب الشرع هجاب الشرع يا الله دب انت بنياوي ترغبه في واحد لاش تبغيت زوجي ماش انت غتأسي الحق غتمشي تسجلي انت غراج لك في الحق فيما أسسه الحق الذي أتبعي سيد الى رسول الله ما قال لك هذا هو الحق الحق انك نجي ونحدته حادات نسجلوا حادات كان بغيك فلان كان بغيك فلانة وش غنديروا بهاد البغيان بقوعان تبغروا مخص نديروا وليدات يقول لها وش نبغيك فلانة تقول له نزوجه رأمش حادته الحق الحق رأى نزل رأى كين البنية محدودة كمشو كنت سجله هذا كتسجيلة ديال الحب ديالها او العشق ديالها او الرغبة ديالها فالحق هذاك هو المعترف به كيصبح فعلي معترف به فكيشوفك غدا مهى رجلك ما كيقولوش يا واحد السيدة كتت تدير الحرام تقولو رجلها فصبحت العلاقة معترف بها المجتمع كيستقبلها العائلة كتت قبل عليها وكتمكنك الدخل انتي و رجلك معه وخا تكون كتحشين باباك اباك ما غايز ما غايغضبش لشافك داخل شه يدف رجلك بالعكس غيفرح غيقول كيبغيها رجلها وكتبغيها رجلها الوعى هي تكون دخل انتي وعاد جاي وتي خرج هو وانتي كتخرجي غيقول او دمير مكي يخرج مجموعين مكي يدخل مجموعين مكي يدخل مجموعين وغيقول لهم مكسب ومقلقين مع بعض ياد ولكي لشافك جاي داخله وحتوصلتي للدار وحطلقتين الميد وكتلفتك تقول بعد مني بعد مني وتيقول كلا ما بعش منك وبكرا ورشتر جان كيشوف رغادي يقول بنتي تتحشمو ولكن الحمدلله تبغي بضيته اذا شنو بغا تدري مني كيلح واش انا مرغوب فيها واش انا مرغوبش فيها معنيتك يعاني من الاحباط لكي لكم تقولك او من بعد وحتلعاني من الاحباط النقطة الثانية كيفاش يدخل الاب بشيقتع الموت ثلاث نخليه بعد الغرس ان شاء الله بيهنا انا اكيد مواصلين اليوم امشيش معك استاذ رمضوع هنمشي ومازال احنا مواصل معكم مسماين الكرام واكيد لقاء مازال مستمر نتوقفوا مع فانسال ونرجعوا نستقبلوا مكلامتكم وما تنسوش بلدي في الجزء الاخير من البرنامج نرجع لهذا النقطة اللي هي مهمة كيفاش يمكن نبنيو هاد صورة الوليداتنا بطبيعة الحال مواصلين وازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع علم وحلل برفقة الاستاذ مامون مبارك الدبي كاتب وباحي تفعله من نفس وسحليل نفسي اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفي انا بكونوا سبعينا نضمونا في السماع حديثنا اليوم على الطفل المرغوب او الغير مرغوب فيه ربما سؤال لك يخبيه وراه بنية نفسية عجيبة وغريبة اكيد انه اليوم تكلمنا في الجزء الاول على جانب من هاد الجوانب بغا تكون فرصة باش نزيدوا نفسي اكثر ولكن قبل ما نخدموا كلاماتكم على 0522 64 2752 او ل 0522 28 0060 او ل 61 او ل 62 انو بغين ترح سؤال عليك استد مامون هو انهم الي كنتكلموا علي تلجانب هذا للاسف احنا اليوم فسط مجتمعنا وينا كنعيشو بتأثير الصورة كنشوفوا واحد النموذج وكان بغيونا نطبقو عندنا كاملين ما بقاش ذاك المنطق ديال انه ربما من قبل كانوا الوالدين كتبنا العلاقة على النيا وكتبنا بسم الله توكلنا على الله ما عندها تشهر مرجعية اخرى تتزادوا الولاد تتكبروا الولاد بالظروف كما كانت ربما كيكونوا مشاكل نفسية ولكن كتلقى ذاك الما العائلية الحقيقة دا بكل شي ولا عدنا بالورقة والستيلو حتى تربيتنا الولاد نولت بالورقة والستيلو ديما خايفين ديما متأثرين بالصورة اهنا للا تبقى الله عليك دمنيان عبرتها على جوج البنيات نفسية من اخطر ما يكون ومن اتقل ما يكون اتكلمت على الصورة تقول عليها الفيكس بمعنى ان كان عندنا السلوك والتصرف السلوك الانسان تجيب له شخصيته بتجاربه بالنجاحات اللي عاش بالفشل اللي يجرب بالالم اللي عنده بالمخاوف اللي عنده الشخصية هي كتعطينا السلوك وكين النوية ديلها في واحد المخ الداخل هو الطبع التمبرامون التمبرامون الامريكا يبينو انه ويراتي جيني وفوق من التمبرامون احنا داخل الشخصية فوق من هاداك العظم وقدك المخ هنا واحد العظم اللي هو التطبع يفاش خلاوك ورديك تصرفتيك بلا ما حدوشي حويج ولا ادنوشي حويج والايدن كان صريح في شي اماكين وكان مسموح ومسكوت عنها في شي اماكين الناس كيرضوا البال بانك يسحبوا المسكوت عنها رماش ايدن مسكوت عنها راك يعتبروا الطفل ايدن اذا اجتهاده هو السلوك التصرف هو منك تكون امامه احد المجموعة تكون صيق سيارة تكون في المقاوالة التصرف هو كيفاش غدي يغفلك واحد الحادث وشنو غتردع له وهنا ردود الافعال ما يمكنش لك تقول غدا غادي تدير بحالها غدا غا تكون نعاس مزيئا ما غا تدير شنفس تصرف غدا غا تكون شبعان ما غا تدير شنفس تصرف اما السلوك يكون تكراري لهدا في السيانس دي كمپورتمان عندما حالدبارتمان انت موح الديبارتمان يسمى البروفايلين ان تكون مزيئا لكي تصرف نبا الازماج داك لك دالك سا فكس لك معنيتها باش الانسان يحاول ما استطاع حتى تصرف يجعلو نوعا ما مؤطر باش بالصورة لهذا كان نحاولو ما امكان نكونو لابش هنا مثلا واحد الحفلة ما غا تلقاش واحد لابس بشكل فزعي واحد العرس كتلقى اغلبية لابس يجلي البات ولا كوستيمات ولا قفاطن ولا جلال ما غا تلقاش واحد داخل باللبس ديال تانيس العرس بحتي هنا الازماج غا يفكسي وهالو يقول له واش تمامك جاي تلعب بالتانيس صحب يسح واش كواجي ما غا يمكش واحد يبشي يسلي معنا في الجامع و لابس مايو ديال سبحة علاش لان الازماج ديال الموصلين بايكسي عن نافلة أغلبك لديك كذلك الماكلة مغا يمكش تاكلوا و قتقرقب و قتتحدث الصوت بفمك و تت و تت مت 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 و تتشرب بب الصدع لانك تشوف ناس باركين في مطعم تديروا واحد الصورة صور لهذا هادي المواقع للتواصل الاجتماعي عندهم مواندرين لها راحو لامو راحو غير جودروا لوجي سيالوكك راحو ما هو المير عنده رمزية ديالو ما هو صورة عنده رمزية وشي ذاك لفيل دولافي ذاك ذاك دولدو كتسميه الكونتينيوم بشي وقرأوا العلم تقيل وجودروا به منتوج بشي يجعلو الانسان يصبح عالق ماشي يتعلق عالق يعني غيدخول شدوش بك لا اسمي ثلاثوال لا اسمي ثلاثوال اسمي ثلاثوال ديال الويب غادخول غادتولي عالق حيثما هدفهم يبقى تولي ماشي زابون ديالو فيدال ولا تولي محب له لا تي ملكك كي ملكك هذه تفسير العلم تفسير الحقيقة الله سبحانه تعالى كي يقول القرآن في اي صورة ما شاء ركبك وهدي البنية الثانية الضمنية اللي شرتي لها اللي يتصبحنا كل شي كندريه والقوص تيلو فرق الله عليك تما حتى تصبيعك الدكي على بنيك تسمى شنو الفرق ما بين الوبسسيونال الورغانيزاسيونال احنا معروفين الانسان الدكي العارف القاري الفاهم ينظم وتيعيش بنظام اللي ما عندوش النظام والنظام يكون شبه حيوان يكون يمتبغى العشاء يفطر به الفطر يتعشى به ينعس في النهار يدير القيالة في وقت الخدمة كل شي مش قلب كان عارفو بأنك يجي حارز ما كان عارفو كنقول ما عندوش نظام الفرق ما بين تقطير بالنظم والتقطير بالنظم اللي كتدير بنية استحوالية النظام الورغانيزاسيونال كيف يتعرف أنه اوغانيزاسيونال ما عدا في النفو سيكوريتي الفي في موق المغريب كيف تقرب الكوفر البرانسيبال مبقيناش اوغانيزاسيونال كتلقاه كي قلق لي واحد من الحباب ليلي كانوا مشوا زيارة للدولة في الجابون واستقبلهم بروتوكول جابوني قال لي يعطونا دفتر تحمولات مقرأة دفتر تحمولات مقرأة دفتر تحمولات هكيفاش البروتوكول جابوني قلقوا قرأنا البروتوكول جابوني والقيت اللي بشيني قلق عندهم قلقوا ندخل واحد القاعدة اجتماع قلقوا جايين ربعه ديال الجنود يابانيين واحد ورا واحد نفس الخطوات واحد ورا واحد نفس الطول ديالهم نفس العرض ديالهم كأنه واحد وما اربعه قلقوا جايين قادين قدامهم احنا تابعينهم خطوه خطوه قدام ريقلا بحل ما كانا قلقوا وصل الوول جبد ساروت منجيبه بدون اللي وراه وحيد هو هدك الثاني نحس ساروت تقبضي الباب وحيد هو ثالث دور ساروت وحيد هو رابعه حل الباب ودروا واحد دورة كاملة وطقاته وصدقبله الناس قلقوا ياملي ساري جدي معه كل شي نفس الطوقوس وثاني تعاودات رابع سارد الباب ثالث دور ساروت ثاني جبده اعطاه الولد ودر خرجه وزيته قلقوا يالحل الباب تعالى بحيات الأرجسان خرجه رابع محل المحل الضغير اكبر هدو الأمر حيات الأقل دور ساروت وطازل هدو الأرجسان نلاسى دور ثم دور دور نحس كلمرة محل صغير ثم وطوم خرجه ومحل خرجه بحيات الأرجسان نعم الآن ، إنهم قلت أن تفعل المغامر مفاجأ ، إنهم قلت أن تفعله أنهم قلت أن تلفظين ما أنهم قد ان نفعل الساروت نعم ، لأنهم قلت بحيد و أنهم قلت نفعل الضوء على سبيل المغامر الذي أرده أنه لا ت Rhonda سوف تلك المغامر أنا في المدين يجب أن تبقى لا يواجح انتباً أفتح أنظر المغامر إذا كنت أدركوا هذي اللي كيلف على البروتوكول الجابوني وإذا كنت أدركوا وقت الغداء مقدس سنبركو حطا وكاننا أكلوا بسكوة وما كان طيحوش الفتاة في الارض وكان مدغو كل شي وما كان شيطوش الخبز وكان لحسو التبصيل وما كان وصخوش حوايج وما كان طيحت قطرة دلاصو على الحوايج نار يدلو بحرب كام كنت أقضي ويضاء أمضي is ограничرة وليس لا ينصل لذلك مستخدمة كنت أقضي وصفة من قولنا بينما يتناولت أن أقضي من أجل تدين الأهمل غير نظام اوبسيسيوني وفي خبار كيف تحتهت النظام الاوبسيسيوني يقول لوش يحويش ما معنى ما معنى ما معنى هو الرغبة هي تنبت نبتها يجيو واحد نلقى كده طاق الرغبة رهي ماشي خصية تكون نبتها الرغبة ره تولي شزره فخصية تنبت وتولي ورده وتكبر وتولي شزره يظهر لو ديزير وظهر 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 وظبرته البنية اللى كترغب وتنبت لك هذا ما توقعش تولد يقول الجافة تقول القصوى هالا ستركتور الاولى الثانية تقول الشخص مصاب بلانجواسي لانقسيت هذا اللى عايش في هالا ستركتور اوبسيسيوني كيف يخصو يدير الفعل في الدهن ديالو ويشوف كيفاش غيبقى على الفعل في الدهن ديالو مش متصحح له الخطأ لانك يقول خايف يتصحح له الخطأ بقى دائما يديرو جمرات مش كي يديرو بعفوية مش كي تهزل البنت الكاس وتشربه كتولي كتفكر كيفاش البروسيدور اللى دربها ولمها باش تهزل وتشربه شوف تعم شوش حال مجسر وخدام مرة احنا يام هورين كنجي كوب بيلية فنشرب كتلقى في ديور مدووش نكاش فوق التبصيل دي رختك رك حتى يتيل كمان فوق لاصوس حطوه بجنب الطبلغ انت ياما تكويش وتعلي القرحة بزاف رك قطرت جوج قطرات فوق الناب مغنقاش نبدليكم الناب انت رك حتى يتيل موص ماضي فوق التبصيل ديال البديع رك جرحتيه وانا ما هادو كتبصيش حاشة رجيم غالين ولا غنحط لكم تواصل الكارتون دائما لما يخليك تاكل برغبة يخليك تفرج برغبة مالك يبقى كم الدرج ليك هكاك جمير ليك مالك انت تفرج حال فمك صد فمك مالك انت داوي وكتغوث ما تغوث مالك انت تحكي سنان كلك كشكوشة خرجان فمك ما تخرج كشكوشة تخيل كيبقى كل شيئيني فرع 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 حتى هذا كل فعل اللي عفوي ما تيبقاش اشتراف اللي ما كذبني شنو حطيتي حطيتي سؤال عن الصورة اللي صرحناها بانها هي الفيكس الكوندويت من جهة العلم وفيها السر باي صورة ما شاء اركبك ما معنى اركبك ان البنيات دينا ما هياش بنيات اللي حل الحديد البنيات الانسان تتركب ولاد زعزعات ولاد ضربات تتفكر دائما عندنا تلاشي كيهددنا شنو هو السيمة لقد كان لكم في رسول الله اسوى حسنة لمن كان يرجو الله احنا داوين على الطفل مرغوب ياك قلنا شنو هو العلامة عند الام بانه مرغوب هو تمناته هو حلمات به وشنو هو الرجاء لمن كان يرجو الله شنو هو الرجاء هو اقوام الامنية واقوام الشهيد يالك واعطاك نهايته الابديته لمن كان يرجو الله هو اليوم الاخير وذكر الله كثيرا هذا هو اللي غيبني للمدخل باشدك المتلس كي يجب يتقب لمن كان يرجو الله معنا سيمة حسن من العيون مرحبا بك سيدي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عمو بخير الله يطول عمرك بارك الله فيك عمو بارك الله فيك مرحبا مرحبا بك تفضل عندي واحد سؤال وحاجه مشاكل ما نقول مشاكل ولا كرة سيدي ما حسيش حال في عمرك انا عموية سنة مزوج مزان؟ مزوج عندي اوليد عنده عام وربعة شهور مهم عندي دكتور والدي بمتعلق بيه بزاف مهم هذا سؤال مهم ويتعلق بيه بزاف يعني اليوم بالليل يعني بابا 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 مو خدكون مزكوش مش مشاكل مهم هذا بالنسبة لي انا السؤال الثاني عندو كتور دكتج الجيل الكبر شميس من الجيل المعطوب المتكلمين المتكلمين يتعيش ما بين السيسين والسيسين يعني انا يعني كان بقى نسيق بحالك كان نقول دعا بالويدة عنده توسين تبقى نسيق مصرح تنظر ونطل عليها نشوفها واشبا قحية وان هالي مشكل ما ما دي ما تنظر يقول اهل تفسير علماء الامة الصالحين الاعداد عندنا في الفكر الاسلامي تعني شيء ولا تعني اي شيء هاد العدد اللي قال نبي صلى الله عليه وسلم هو اشارة مشي غانا حسبه بالكونتر هو اشارة هاد الاشارة شكتعني ان هناك تلوت يعيش الانسان لموبه ولنفسه واحد تلوت غيعيش العمال وباش ينجز بهما باش يعيش وباش يأسس بيته وباش يتسارعه وباش يمراح واحد تلوت تذكرنا به الله يقولك وروموا لي اذاك هو التلوت الاخير هو لك انا عقالة والديك ما عايشينك التلوت ليهم وهما عايشون لله فمن انت التلوت الول كنتي ليهم وهما كانوا لله فانت منسوب له والتلوت الاخر تاني بعد من تدخلتي العمل وقدتي كتشتاغل وكتدير الفلوس وكتدير التجارة وكنت من الناس اللي كيتمحوا يرضى الله على عملهم اليه يصعدوا الكلمة الطيبة والعمل الصالح ويرفعوه كنتي في عمالك اتراقب الإحسان والخير وكتدير حق الفقير فذك المال ديالك فحتى التلوت التاني اللي انت يا ولو نسبتيه لنفسك فهو منسوب الله لان النية الكبيرة كلها تم والتلوت الاخير هو كان نقبيل على الاخرة وندبير على الدنيا وكان مقابش عطين وجهنا في التلوت الاخير للدنيا كان مقابش نعيشينها وتنبين باننا رحنا ديالها وتصرفنا فيها ولكن عيننا الداخلية عين القلب عين البصيرة رح تنصافي انتقلات كتنتظر القطار ديالها يوقف ويجي ولكن ما كنديروش نفيكساس ما كنديروش نحطو هاد الإقبال على الأخيرة على أساس حجاب وظلام غدي غدير نغاشه على الدنيا كان وليو في مقام المراقبة ونخاف الله ونوليو في الخشياء ونوليو في التأمول ونوليو في التفكور فالليس بالولدك انهو متعلق بك ما يبين هذا يبين حبيبي بأن مرتك تبغيك بزاة ايه لا يبين ايه ايه وشاف في عينيها ما شاف صورته هو شاف صورتك في عينيها هو قلب في عينيها يشوف صورته اذا بولدك اللي قرب العينيك ستبغل صورتك في عينيك ايه 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 ربي قوي وصعفي وصادق وصل للدري وشفت صورت بها السويع كسده بالأب عفوالي وتاعدي زاليا وكذا وحبيبي وعفوالي بقي صغير وخليك مع ماماك وتتكبر ونتسافره وتتكبر شوية بقي نوليد صغير ورده بقى عام وربع شهور مزال محتاج اشتير بقى كي يجير بها بزيف البنية ديالو الداخلية العاطفية غا تتولي فيها خصاص فاحنا تنرضو البل لكا غنص بالنسبة لك ، الطب الآن لدينا بزيفur ربما change إلى نسبة تع mejor لند semaines ، الآن لدينا بازج Trade لدمينة ، عام وغلا ، امر السبب هذا حق في الأحد السبب عندماagine depressedكون قائمة في استركتور بسيشيك اموشينا لانك تالخافو يكون كارنس او نيفو ماترنل بسكو تقدر يعطي دي تروب الرياكسولان دو الاتاشمان و تالخافو يكون كارنس او نيفو ماترنل بسكو تيعطي اكسي لونان دو بير فهنا عفا خويا محسين غا تكتر من الان شيطة مع مرتك غا تكتر من تبين انت حبك لهد السيدة و تبين الدري انت ما باغي هاد الموضع عفوا ملي سير هنا انت بقي صغير سير يقول لي هنا ملي يجيب تالفراش و يجيب جهتك يعنقك هزو و اديه لمحطوه المو يقول له انت بابا جي هنا من اللي يدخل يسلم عليك سلم علو وهزو و اديه لمو اقول له و اعنق لي يا مامك يبقى تبين له ها الموضع اللي باغيتك تستقر فيه ثم خسنا نحترسو الطفل بعد نبات باش يزيد ياخد من حب مكتر يبعد منها كالدرية كالتجر اذا هنا خس الاب يغيب شوية حيث الاحضر دريغي ديرها باش ياخد من من حبيب المحبوب و باش يزيد ياخد من المحبوب كيقول له اشتي انا هنا باش يجيب هيا اذا خس باش نخلي وش هاد هاد الموثلات يلعب به الدري ثم مرد يجين في العطيفة اطفاله و خس تغيرين را كيف هموا هاد العيبات خسوا يغيب اذا انا اخد قول له لا غايديرها خسك كل موضعك فارغ معانيتها بعض النوبات عيت المنظار قول له عفك الشي هو نعسي و دخلتها خلي ناس ما تخافش انك تدخل تلقى ناس فا غايت مستدله على شعره و همسلوف ودنو غايت بان لكم نيدك وخاف و هم قنعس و غايت يرمش بحركه واحد شوية و هذي قشعك و غايتها اصبحت الحلوة فا هذيك هي الرمزية هي الرمزية و همسلوف ودنو صباح الاخيرة بابا قبله رأسه يرجع مرحبا ناخدو معانا مكلمة اخرى معانا للا غيزلان من الرشيدية مرحبا بيك للا غيزلان السلام عليكم و عليكم بسرعة الله غيزلال لكن ممكن الله يخليك في الراديو بقي معانا في التاريفون باش نسمعوكم زيئ لانك يكون صد الصوت غا تكون صعوبة في تواصل مرحبا بيك للا للا غيزلان للا غيزلان يظهر لي غيزلان مشاهد مرحبا كارحبوب الجميع تبع تحل عبر الارقام الهاتفية المفتوحة من اجل التواصل معانا و ترحوا جميع اسئلتكم تبع تحل مستمعينة 0252 042 052 060 او الواحد والسين او الاتين والسين ناخدو للا سيهام من دالبيضة مرحبا بيك للا سيهام السلام عليكم مرحبا بيك اختي سيهام مرحبا بيك اختي سيهام مرحبا بيك اختي سيهام اه انا ثمانية وثلاثين مهم ودوك الوليدات عندي ثلاثة جوج قريتهم في مهم مهم ودبا المشكل اه رجلي كي يقولي يالله انتي اللي بغيت تقريها الهادي ولكن الظروف كالتقلب مهم لكي اليوم عندنا وقدام عندنا احنا كمنا مع هادو ولكن الدرية الصغيرة قدروا احنا نصبوا احنا غنصبوا ولكن القرايك كي نتفي مهم واشنو الرأي ديالك رجلي دبا كي يقولي يالله انتي اللي بغيتين في هادي ثانتين يا رجل اه اختي سيهام الدافع اللي يجعلك تديها العمومي خوف ماشي رغبة تدويتها الامكانيات تغيرتها والدافع خوف اه واشتلك انختي الدافع خوف الفعل كي تهرس حيث هنا فقاش الدافع تكون خوف وخصو يكون دافع خوف وفقاش ملكا نكونوا في تدريب اسكرية وشي ملكا نكونوا في تدريب اسكرية شك اضربوهم القرطاس بالصح اه وككونوا الجنود ديانك يدربو راه واحد المدرب ديانوش ديا المتريوش ديل بالصح فالقرطاس بالصح وتي يدربو قراصهم وكتي تضربو قراصهم بالصح لانك يدربو عذاك القرطاس وعلاك الصوت وعلا الخوف باش تحمله ولكن اختي رغفة في الحرب فين كين خوف اما في الدراسة اما في المدني في الحياة في الدراسة عندك احبابي الله يجزيكون بخير خسيكون للرغبة والرغبة مشي راغب بحلوة حدخان خارج من المقراج الرغبة عند الانسان مقرونة بالمعنى والمعنى راه فيه المعنى مزيف ومعنى حقيقي من اي جاي المعنى الحقيقي من الصدق رغبتك ولا من الصدق نيتك ولا من تطابق المعنى الحقيقي مع المعنى الحق تكون لكي عن علينا باش نقول المعنى ديالي حقيقي رماشي حيت نابع من رغبتي ذكرا فونتاس مش تريد شوفوتي يقول لك انا حس بيها حس عارفو راه والو وراه واش حقيقتك مطابقة الحق حيت حنا حيت حنا المسلمين المنبع كله من الشرح الحكمة ما هي الا غلاف الحكمة ما عمرها ما كانت ضد ضد الشرح الحكمة هي غلاف كي يلون لك الاساليب باش توصل الحقيقة ديال للحق اي اساليب اذا الرغبة خص يكون فوق منها معنى والمعنى خص يكون حقيقي وحقيقته ما جايش من صيدق الرغبة ديالك وغي يعانعن هنا الانسان فالاخر غي يعانعن نفسه لما خصكش تقول راه انا رغبتها بنتي ورغبتي صادقة راه اني رغبتها بنتي ورغبتي راه بموجي بالحق شنا هو الحق هنا يا هو لا يكلف الله نفساني الا وسعها انا بنتي رغبت لك هالندرسة العمومية وانا نصح جعل من العائلة اذا كان متلا غي يدي ولادو الوحدة نرسة خاصة بعيدة وخص يقطع الضربة دا كلها وغادي يتكرفس الدريم كانت خيلا يخرج معنى الاثناش وغي يوصل الضربة اشتغضات الوحدة وخصوه معنى الوحدة ونصي يعاوز يخرج يشد المركور ولا معنى الوحدة وغربة اذا ان تخيل تاعب ساعة بشي وصل ما غي يجي في ان يكمل مساكين هذك الدسير ديله ويقف عليه وترانسبور وصينو عليه علشان ان هذه المدرسة بعيدة وزوينة لانها في مواصفات كده وكده وما مقدر يرحلوا يسكنوا احداها ملقاهم مدرسة بحالها ومدرسة اللي احداهم مدرسة عمومية انا تنصح صير مدرسة عمومية ما شي حيتحصل طيئي ولا حيتملقيتيش البديل وغا تقبل بها بحال شي خوبز بالي ولا بحال شي شي حل لا لا حاليا لأن الحنا في حد العقلية أصبح فيها بيطك حل أصبح فيها صفر واحد أصبح فيها زوين خايب هذا تريدهم البن يالبدي ياللو و الأبتدا ياللو و الأبتدا ياللو و لا اللي صنع لا الفئة جميلة الفئة لا تهدفIA ليو صول الل stacks الماكون اللي جيدة واحد عمو monد يسمى للمعذاب يسمى لماوقت و المحيات Beimنوكان و التفيف يسمى ليو صول لو اللي لديه . لا أحد فكتتعلق في الوغة الفيرانسية ديالك بالبلاثة اللي انتدي لها والخراقونتا كتتتعلقين ما مانا كتتتعلق بوغ اكمبليغ ليدانتيفكاسيون ليدانتيفكاسيون ان البنت غادي تشبه لما باش تكون مرة والدكار غادي تشبه لما باش كوراج الله دار هاد لزوبوزيشون الفيرانسيال باش كلقوا المعنى وكعننا الواقع ولكن رأى شحال من ذكر ولو عنده المعنى انه ذكر ما كيخرش ذكر كييرغب في الرجال وشحال من انتا ولو عندها المعنى وعندها الواقع ما كتكون شمراء ترغب في النساء اذا فين كينا اينا كينا في النفس كينا في الرابط هذا اللي لك لكم واحد الاسم ما غير يدارش الرابط ها هو الموديل كينا به ها هو كينا هو والرابط اللي غير يربط لعند ما بينه وبين اباه ماشي الواقع هو مجال الدلالة الرمزية ما يرموزه اليه الاب يرموز الموديع اخر الام يرموز الموديع اخر خص واحد الرابط ما بيني انا في الواقع وبا في الواقع رمزي نتربط في الرمزي باش ندوز ناخد تشبوه بابا ماشي حيت رام رايتي ماشي راح يداتي شاف الداتو ماشي حيت لعبش معه كورا ماشي حيت احتكيت معه وانا صغير راح يت الرابط راح يتعنالي معناه في في الدلالة الرمزية والرابط ديه اللي بيني وبيني وفي المعنين ربط اشتري جاك لك عنده واحد نظريه كتسمى البوان دو كابيطان اللي هي عقودة الخراز وهو كيسمى البوان دو كابيطناج وكابيطناج هو هذا عقودة الخراز يشد هذا كل مبرد الخراز يصيبنه حتى الداري يعمره بصوف وكتشوفو كيدروا حتى التقباء من فوق الداري يهبطي خرجها تحت الداري وتيورك بركوبتر مزيان ويجر القنب وكيدر واحد يدر واحد طرف التوب باش هذيك العقدة ديال القنب ما كتدخلش في التوب شي كيدي لكالا يشتي هذيك القنب اللي هابط وهذيك الكلام الفوق سدداري وتحت الداري هذيكرا هي الرابط اشتي هذيك الرابط هذيك هو واحد الاسم خافي هذيك الرابط لمحضر لمداش هو المعنى ديال الدكار واخي يكون عنده أبها داكر وراجل أبها راجل في حل واخي تكون هي ما فيها الأنوطة ره الرابط ديال معنى غاي سقط واشتي لا سقط ما كيدداش ليدونتيفيكاسيون معلومه كيدداش الروتور ديال ميتال ديالي وقال صبح انا ميتال ديالك الى ما اضربش في الديال ديال وورجعل عندك ودخل عندي ره ميتال ميتال ديالي وانا ما غنكونش الميتال ديالي اذا هنا فاختي الرغبة مهمة حي يدون خوف ما تقولوش لبنتكم وولادكم الى ما قريتي شراء الى ما اكلت الى ما اكلت الى ما اكلت الى ما اكلت او لا لا بغيتي تاكل الى ما بغيتي نعطيك هذك اللعبة اللي عزيز عليك ما نعطيها لك تتكمل لصياد ديالك ما تدروش هكا تقولوش لولدك ولا ابنتك واشوف اشتادي كله معلق بوحة اللعبة واشوف يحماق يلعبها وكتقول لامو واشير اللعبة والله ايبا تاخدها تتكمل ما اكلتك ما اديروش ما اديروش كترجعوا من نفسكم انتم المرجعية ما اصبحتين انتي كتشكلي الحقيقة والحق اي شخص دار مع الطفل الصغير هذي غادي تربى عند الطفل هاذي الشخص عنده هالة العظمة ما مانيه هالة العظمة عند الطفل يلي مش هتفهمها عندك انك انت عندك هالة العظمة ماذا تعني كتعني ان جميع مشاكيلي وجميع حاجاتي غا تفكهم لي انت ما ملو اعتمد الدرس وفوقك اعتمد الدرس فوقك اللي كي حصل كيجي عندك ماما مقدش نحفظ الدرس ماما مفهمتوش ماما نان ماما نان ماما نان كتقولولوش غا نديرلك ما عندي من دلك غادي تصمر على النقطة الخيبة اللي غا تجيبوا عادية واللي اه ماشية ما غا تموتش ما غادي ما غادي يحرقوك شين هاجبتين نقطة معي اج انا عاجز مؤقت اليوم ومغداو بعدو غداو سمن الجيه وشهر الجيه والعام الجيه غا تحسن صبراولي اشتيتما فيك التعقد عنده العقدة بان العاملية عنده هو ما كيش هاد الشخص عنده العظمة ولكن لمشي توتر تصبتو نفسكم ديال في الصغر عنده هو عام عنده البنية عنده عام ونصص عنده عامين لا ما عطيك اللوع ما تفرج في الرسوم لا زالك حتى تكمل حتى تكمل ماكن تخيل هو دي الماكنة ما حاملهاش ما فيهاش الدوق دياله ما حاولتش الام توصل له لدوق دياله ولا دارتها مكالفطة تحمرك تقول الام واحد العوان عيانة ولا مريضة ولا مقلقة ولا لاش خاطر باش طيب و تدير مساكين لشي سباكيتي قعمر تقاو لك تدير شي قليئا لشي ستيك قعمر سق بالنسبة لي هي كت كل الفرس هتاكله ورا هو ورا تيخدم بالرغبة ما تيكلف شرسوه ورا خصو تكون عنده الرغبة تقدوس ما كيش الرغبة ما ديش اذا الرغبة ما جاتش بغيتي تعلمه كل فرسو باش بحير مانو من حاجة اللي ما تيكلف شرسو قدمه ورا غادي تفرجو دياله ورا غادي تفرجو دياله اما ام حاجة بغيتي تعلميه كل فرسو إذن هنغة نجدون عليها نعم هنغة نعكسوا عليها هنغة نعكسوا عليهم هنغة تتتتفصدو تربية الحال وكتتقومو تربية الاقوال هو غا يراقب ماني غا تكون مخاصمة مع باباه وش غا تكلف رسو وت يتسميله فجوه مغا تكلف سرسو ما غا تفاصل فجوه غا تكلف سرسوم فجو اللي نغة تأخصمه معه اذا هو تقول عليها هي مكلفات سرسات بتسميله وجوه وانا بغايتني نكلف راسه ونأكل اذيك المكلف اللي معند الضوء اذا ان ذيك ساعة غير اغريسيف معايا سيهجمع لها لان الشاب تنقض اشتكو كلفات راسها في الاشياء اللي هي كتتتطابرها كارها اذا انت هو غاي بدي تعلم مكلف راسه في الاشياء اللي غاي سابرها كارها حتبك يراقبو الحال اذا هنا عفقتي نبرد صوتك اختي سيهام كتبان يعبتني كتهضري عيان امسيكينا سيهام شيداو يا اججو اقرينا فبري في ووحده اه ارميناها في البيبليك رأنا اللي استعملت اون ديريزيو ارميناها في البيبليك لانا يا ما قالت ارميناها قالت اديناها اذا فوقاش للبنت غا تحسب راسها مرميه في البيبليك وهو البيبليك العمومي ما كان رميش في ولادنا حل من الحلول الكبيرة في تعليم حل من الحلول القوية راش تي كلامنا علوه وما لقيت فين بديها وديتها لندرسة العمومية بهذا الشكل كانوا يبعلوه بهذا الشكل ولو الولاد ديانا كي اعتقبروه واحد بلاصة ماشي حل غير بحل السجن غير بحل بحل الدباناج هو لا داخل المنظومة اخباركم بان احسن معدلات كلها من العمومي احسن نسب نجاح في الاقسام الصعيبة من العمومي احسن كفاءات التعليم الاساتيدة الكبار من العمومي احسن جريبة وانشطة طربوية من العمومي احسن اللي يجعل المغربة يتروعو مع العمومي شنون يجعل جود الحويش دخول ما هو سياسي الخط في العمومي في التربعوي وانا شخصيا هنطلب من الله ياربي تفصل في المغرب ما بين ما هو سياسي ما بين ما هو عمومي بشه في المقاولة العمومية في الشركة العمومية في الاستراتيجية العمومية اذا فين غير يمشي السياسي الى حيتي له المدرسة العمومية حيتي له الشركة لما في غير يمشي غير يمشي ما هو استراتيجي شن هو ما هو استراتيجي اما اللي بغير يفهم الاستراتيجي خصو يدرس شخصية وينستون شيرشيل دا الوزير اول بريطانيا في الحرب العالميتالية عرف بان بريطانيا ببوحدة ما تقدش على المانيا لا تقدش وجدات المانيا وغفلاتهم وعندها قوة اسكرية من حيتي الموارد البشرية وعندها تدريب وعندها بريطانيا غير جوزو راي صغيرة عرف بان القوة ديال فرنسا وبلجيكا وحد العدد الدول ضعفت مبقاش قدين يردو فعل قوي خباركم بان ويستون شيرشيل ان نشب ايزن هاور نشبو ودخلو الحرب نشبو نشبو ايزن هاور كان يتأنا مكاش بغير يدخل الحرب بكسعة ونشبو ويستون شيرشيل وقال هاولون بان ويستون شيرشيل انت بغير يدخل قلتين معطل قلو احنا غادي نتالكو غادي نمشيو غادي نتقارضو انتا عدو تقارر نكون نمشينا نشبو ايزن ها ايزن هاد هذا هو السياسي استراتيجي يعني دعات الدرورة باش تدير حالة نشب وحد الجيهة وحل غادي ارحل عطق اوروبا كامل عطق العالم من ادارها ويصن شبشي رعب قرية ذاك الراجل باش تكلم يتصمر انا من اللي كان مغين ندرس الدكاء ديال الانسان في الحقاب الزمنية من اللي كمشي نلحق بالمعاصرة كالقوح العدد من ها واحد مفكري الله توفى فرنسا جون دورموسون اللي تنعتبره من من الدرنية غلوميير دو البانسي يومانيس فرنسي جون دورموسون جعل الفلسفة تولي حكاية اللي بغي يضوق الفلسفة احبابي بغي يضوق تاريخ الانسانية عندو كتوب ديالو جون دورموسون تلقراوها في الفلسفة الفكر الانساني فما كيتكلم شو فقط على فرنسا و اوروبا والغرب كيتكلم على الانسانية بافكارها وبفكرها واحد الشخصيات واعقة اللي انا شخصيا هو المثال السامي لما يسمى الغرب ادراجو الهدا واحد الدراسة الغربية انسانية الميزان يعني البانسي دي لوميار اومانيس فويستون تيرشيل من الاستراتيج بوليتيسية من العيار الطقية المدراسة ثم عندك الاستراتيجيك اينوفو استراتيجيك اينوفو هو فتكون عندنا مثلا احبابنا في زاقورا عندهم مقليل احبابنا في زاقورا مشاول مشاول الدلاح لانهو كيوجد بكري وفي الحود الدلاح حيش كيوجد بكري عندهم هو كيوجد الدلاح وولو وولو في مغاية زاقورا الاشكالية ان الدلاح كيشرب المبزه اذا الناس مشوفوا في الحوف زاقورا وشربوه المبزه باش يوجدوا واحد فلاحه كيوجد بكري اذا الربح دينا لك الدلاح خسرته كتر من هو خس هنا في هاد البلاسة هادي في الناس دي لزاقورا الى مشينا وقلبنا في السودان عندهم واحد القمح اللي يقدر ينبت في ارض جافة ومتيحتاش نشتاق قليل الملك يبغي هو والفوائد دياله هذا القمح اللي موجود السودان صفر ينبت صفر فوائد دياله الغذائية اضعاف مضاعفة للجمح اللي كي ينعله في المغرب اذا لحتي هافين انا شخصيا كنتمنى كنترجى السياسي المغربي يمشي لها الجهات يمشي الاستراتيجي كينوفو راي بدا والحمدلله واحد واحد المسؤولين مغاربة سياسيين يدي كنشوفهم ذاك يبرزوا ذاك يبرزوا مؤخرا وراك مشتوا الحلول اللي كيجيبوا لمغاربة طبعية الحال راي بالتسكية وبالهمة الكبيرة الشريف اللي يدفع لهذا الباب هذا وهذا هو المضنور من هاد السياسيين هادو اذا شنو اللي يضرب العمومي من اللي يدخل له هادك السياسي اللي ضيس محلومة وش ما قراش وش ما فهمش وش ما عرفش وش اسلوب هكك يبغي المشكل باش هو يجي يتفاوض حول المشكل في الناس اللي كيخصو يكون عنده مشكل باش يلقى الراسه وجود ها مشكل انا 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 عنده يترف انا 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 انتفاوض فهذا رقيضية وقت لان هذا الشخص اللي كيلقى وجوده من وجود المشكل ستبقى عنده رغبة في وجود المشكل لانه هو كي تواجز بالمشكل يخصي يكون دائم الموجه بشقه هو تعرف خاصنا نكونوا شجعان احبابي في المغرب ونجعلوه النقابة دي التالي والتقافة دي النقابة في التالي ونراني كندوي من رجل ميدان ونقبتك يعرفو عملي معهم ونراني كي سمعوني ومركزيات كبيرة كي عرفو عملي معهم وانا ماشي نقابي انا وطني وراتي يعرفو نقابة الكبرى فين وقفت بجنبهم وفين سلكت امورهم معقدة المركبة ومطحت للمقاولة العمومية وضعت حقوق النقابيين وحقوق الشغيلة راتي يعرفو حبابي ركي يسمعوني انا راني ولد الميدان انا كندوي شكك نظاري فقط انا راني فعلا نظاري ولكن كرهابط نجرب النظاري في الواقع فين يقدروا حبابنا النقابيين يفعلوا نقابة مواطنة داخل المنظومة دي التعليم وانقطعوا العرق على ما هو سياسي اللي كيقلب فقط احدات المشكل باش يتواجده وكا طرف تفاوض خصنا هاد العرق هذي يتقطع اذا اللي قطعنا شنو الباديل الباديل هو السياسي اللي قابل استراتيجي بمعنى انه خص في المنظومة التجديدية اللي غادي يتجدد للتعليم في التكنولوجيا ديال تمدرس عن بعد في التوقيت في المساعد اللي ما تخص يسدون في الحرية ديال تنقل من مؤسسة المؤسسة من مدينة لمدينة خصهم تشاركية خص درق لبعز وحد القاعدة تشاركية معهم ويكون عندهم هم الطرف الكبير لانه هم أولاد الميدان من هنا إلى مش نحتح لينا هاد الباب هم أحباب التعليم ورق يحبو هاد الباب اشتيل ناس ديالتعليم رق عندهم ف الدم هاد الشي اللي كنقول علوه رما ملقاوش المنفد للتشاركية رما ملقاوش المنفد والله تم و الله حلية لهم المنفد للتشاركي ولقاو نفوسهم ونجيو احنا المجتمع المداني ندخلوه ونساعدوه ماش نزكيو العمل لكل طرف حيث الخوف اللي كنحضر رما عمرت هذا ميحرك المواقف دياله وخص الخوف يزول باش كيزول الخوف مليك يحضروه الناس اللي عندهم دور الواسيط اللي ما عندهمش فقط هدف سياسي أو فقط مالي عندهم دور أن المؤسسة تلتحم بالستراتيجي تتعود الوزارة وتعود السياسي الكبير استراتيجي ملتحم بالقاعدة الكبيرة ديالنس ديالتعليم ملتحم بالأسر العائلة اللي خصومي شكله طرف ملتحم بالمنهجيات الجهوية اللي في أكاديمية كتشكل طرف ملتحم حتى بالمقاولات اللي كطبع المقرارات اللي كتكتب و هدو كل فرق ديالتأليف كتشكل طرف تخيل هدو كلهم رهم من منظوم التعليم والله ودخلوه لتشاركي بالباس يلقوا غير الكلون اللي يلقوا هي الرسم منوع رسم الله الرسم منوع الرسم منوع دوز الحدوى يجعلهم يتقوقعوا في حالة الكلّاسة إكراهن إكراهن تكر، يعني يتدفعوا يتقوقعوا في هذه البلاسة والله حلين هذه القوقعها وجعلنا تشاركي بتشاركي العشخصيات اللي يضربتوا في مقاولات اللي عانات من هاد التقوقع ديال الموقف نقابية كانت خطيرة وتحلّت بسالمة والناس اقوحوا حلول وكل شيء اللي قام بتصلحته مرحبا ونخدو معنا مكلمة أستد مموغ بممشو فاصيل للا ناعمة من فرنسا محبب بك للا ناعمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا للا ناعمة مرحبا للا ناعمة البرد في طايح تسلج ولكن الصمرة مجرد الخير مرحبا خبا ناعمة هذا نقول قصيدير وليت في صندوق منتظر cousin dr مرحبا حبك الله ورسوله والله في احب الك مرحبا خبا مرحبا بك ، مرحبا بك ليت لا طلقت Sohe Seven لتنادي مرحب يقوله أحسن طبيب 9 dr أنا ماشي طبيب أنا مفكير أنا مفكير أنا بنسبب اليا دكتور الله فيك المرضية الله فيك نبدأ ما حال في عمرك المرضية 52 عام ما حال الوليدات ثلاثة الوليدات ابنتك الولادة الارضية ربيتها بحياة ولكن صغير نقول لك المشكل هو ان دوجته كانت عندي 21 سنة ذكر ربيت هذه البنت وتربياتي لها اولادي اللي قلت انا كنت الادتها مثلا شي غالطة ولا شي حاجة كان عاقبهم كابلين بس منحس كتفرق حلي وكل محقهم ليه بس منحسس بان هارها ماشي بنتي ولا والمشكلة اللي من الكبره وذك شي ده يكبرك وش هي من القدات براسها ومشات بحالاتها ومن بعد حسيت بحالي لا بديت كان تخرب اذا بيتي بيدي علاش يعني حتى أولادي كيفاش غادي نصرح لك ما تقفش الكلمة باش نعبر على هاتشي قف قلبي والله علاش علاش كتدمر بيتي كبير دك بحالاش بش غالي نقولك ما كتقلقي بزاف كتغوتي بزاف كتخاف منهم المتالين نصر جاي في لغة غصدة مثلا دي خصتكون هكدا ومشي هكدا هاد المتالي على القراية ودك شي انا ورجل خلاصونا دي سيغلا ميم لانقردون الحمدلله قرا وخدامين وكل شي دونك انا عندي جوج بنيات وبنت رجلي هي ثلاثة وعندي واحد الولد دونك بغلان ساهم جيسك حتى جيسك انسيقتنا جعاونوا في الدراسة ديالهم هالي دارت اسميتو حتى انجينيور وحدا مام الرضا والخاص البنت الكبيرة احتها هي بموقرات حتى المكتر بشالله دونك توجات راها ربك بيت دبرها خدام الحمدلله والدي انا يا كان بغي تدير الابوليتيك حنا يا شجعناها باش دار الطيب دونك الحمدلله هاد العام سانا الساديسة ولكن بعض المرات بني جوجيك لتابوليس بصك ممكن شوفه وكي تعددب ناها لما اخذينا شجر الاختيار اللي بغام ناعمة ناعمة سيدي علاش عوتي جلوبات بنت رجلي لحة زرحتني بالزاف هاد الجرح اللي زرحتك بي شو السبابها فاش زجرتها ومشت علاش قلتي مشت في حالها ما قلتيش استقلت بدفسها ما قلتيش لنا مشي استقلت لا جهت ماما هم ليشجوها باش تمشي من عندنا ونتي هاد 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 تهاب ديالها انها مشات من عندك لكن تيها تبغيها بحالة بنتك وي وعنش بقيتك تستعملي كلمة بنت راجلية ما قلتيش بنتي كنت كنت تستعملها في الأول ولكن دابا معايا عش ما استعملتي عش دابا معايا ما قدش نقولها هديك الكلمة دايور قسالها هي من عودتها يطفالية وقتلية ماما وكانا ما عنديش ابن اسمي فهديك اسمي يدفن فهديك الا الا المرضي يلا الا درتي من القرآن لا هي قتقلب على بطاقة التعريف وانت هي قلتي لها بطاقة التعريف ما عندنا نجي ديالك لا عفختي بالعكس بنتك بالعكس بنتك وعفتي راد اشتيد بنتي داوية وانا بالله الالله شفتك بنتك مقسم على جوج من لي مشات راكبتك مجروحة من جيتها ولكن را انتي ما درتي نفس الفعل منتير كبيرة مضنون فيك تبقي حاضنة وهي ربقة صغيرة غتجرب فيك فمن لي درتي فعل ديال الجافة حبسات المحبة انتي قطعتي المضنون فيك ما تقطعيش تقلمي تحصري ما تقطعيش عيد ميناد ديالها تحتفلي به واخه ما كيناش وتصفت لاتصور شمي يوصل عيد ميناد ديالها ديال يلقاتو ديالها ودير اسميتها ودير اللوليدات وتحتفل وتصفت لاتصور واخه ما تحتفلين بايد ميناد ديالك يوصل عيد ميناد سيفطي الكادو واخه تعرفي كادواتك غيت ترمى وحاجك في الزبل سيفطي الكادو سيفطي الكادو الرمزي ولو تعرفيه ويجيك الخبار ان ربما عائل تلاحوه انتي ما شغلكش انتي سيفطيه والحادية عنها والكلام عنها استعملي بنتي كل متبع حيث رياكم غلغلتو انتم بتحركها ايه راهواللهلا مشات الى اللهلا حي دات عافتين فقط هاتحركها ماللي ستولد ضرع عندها ولدات ثلاثة ها تفرجي ماللي ستولد و تقلب مني نجيب اعطف عليهم ماله ستجيب من عندك اما بالنسبة للولدك حصال او لا انتم مكتت ألموا حد شوف الله يجازك باخير معمر الأخطاء في المصار الترباوي أو في القرية أو ما تكونوا بشكل نهائي مثلا واحد الوليد مشال واحد المسلك دار واحد المصار وقرأ فيه عامين ولي عام ولي عام ولي سنين ومالقاش فيه مخرج شنو هو الباديل هو عفغتير خاصة انتم فأوروبا عندكم ما يسمى بالكنام يقول الولدك يتصل بالكنام عنده أحسن أغيونتاتر موجودين للحال في العالم الحمد لله دعم غاديم زيان غاديم زيان غاديم يكن شوفه طرف سنة السفتك وضاك شوية قاسها يوارا صعيبة من يكن شوفك يتحصر هكتك هم تيقول يحتشي حاجة ولكن أنا الزاقل كنتحصر لا أنا لا بابا وكن نقول يمكن نحنا كنا نفرنا فيها ولكن لا تنقول هذا واش تقولي شوفا ولدي راه الحياة هكذا دايرا الحياة ربحان العاطية كنبات يردخيز وقد يتضير بهذاك اليزوتين اللي عندك لا ارضي عليك لا، ولكن دا بالنقطة اللي قلتي كتتتضمر بيتك بيتك ها وأخسة هل تحبس نحاول هل تحبس ماش غا تحاولي يالله غيباش غا تقولي إيالله قلليك ماش غا تحاولي ما معرفت شاديك شعر في سعيد تلك أول محاولة ستعتادر لوليداتك وراجل ومسمحوا لي الله أرجزكم بخير لوليداتي الشي الاعتدار كالدوز وحد الكريمة وحد البلسم على ذلك الجرح يغبر اعتادر ثم طلب منهم يساعدك قلهم حاولوا تساعدوني ولو نغوت عليكم هذا عارفوني ماشي كارهاكم ماشي ماشي كان رفضكم غير ما عرفتش في شي بلاسة بحل اللي غوبية كبرتوا عليها وانا ما زال كانت تصرف على أساس بريد دي وليدة صغار ثم كلكم كبرتوا هاد اللي غوبية يغفو غيك توريزي اشتلاع ساعدتهم بالاعتدار وهم رغي يساعدوك بالأفكار رهم عندهم الشباب عندهم شي أفكار ما اقول لكس يقدرو يجيبوا بواحد الفكر بسرعة وقلع نتوقعون الاحظة ورجعون نكمل الدردشة بطبيعة الحال أكيد لقنا مازال نتواصل معكم مستمعين الكرام والتحق بنا الآن زميل طريق بشلام بشي وفينا بعناوين أخبار ما بعد المنتصف مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع المحلل برفقة الأستاذ مامون مبارك الدريبي كالسي بوباحات فعلوم نسو تحليل نفسي حالا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم في هذا اللقاء الصباح يمستمعين وغادي نرجعون نواصلوا الإجابة للنعيمة قبل ما نواصلوا دردشنا أستاذ مواصلوا خودوا من أولادكم حلافة لساعدكم ما تجاروش منهم يكونوا عائق لساعدكم كيف كانوا في الصور كيف يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رابع القلب ووليد صغير دي العام كي يجي لعب لك في وجهة كده عامين واخد تكون مهموم واخد تكون مريد واخد تكون عيان كيدخلك واحد ساعد القلب كيف يفزعك كذلك الوليدات السنين دي الاربعة دي الخمسة دي الستة هما طفولتهم كتكون جنة الوليدين كيبدأوا يخافوا من المراهقة دي لهم وتيبدأوا خايفين من الكبر دي لهم وهو را تيبقى فروحه دي ما هذك السغور بنيدك ولو يدير ثلاثين اربعين خمسين عام تيبقى فروحه فروحه مصور الممو في الروح دي لها هذك الملاك هذك الطفل الباريء هذك البتسام العفوية تخصم علوجي عنقك تغضبوجي عنقك مكي يرفضكش حاولوا تخليوا هذ الروح الصافية هذي المالكة الصافية اللي اللي عشتوها معهم في الصور اللي بيها بش المراكة تنطردع اربع اربع المرات ومتا تستخدش اللي بيها بش الاب كنودي يجيب تقدياه ويجيب الحاجة واخد كونش تولى البرد يجيبها اللي بيها بش كنصبروه على الصعوبة بش يقراه الصعوبة بش يتكلموا الصعوبة بش يستقلوا بالفعل اللي تبدأ البنت تقليف المقلعة ويبدأ الولي يدي يمشي تسخار ولا تتخافش علوه بهادي المالكة ديال هذيك الروح الصافية عقلو عليها وخليه بين عينكم باش غيمكن لك تخليها بين عينك ان النفس ديال الانسان عندها السطحة ديالها وعند العمق ديالها السطحة ديالها قشرة كتحيد لهذا كتلقى شوعة تقولك عشاق ملع ذاكرا زرعتك مدارها غفل قشرة اللي كتحيد راكيف الجلدة ديالنا احنا كتموت هذي الفوقانية شعاكا مشو الحمل تنحكوها بتحيد ولكن را خاليا كتجدد فين كنعرفوه الصح من لي كتوصل للقلب القلب عند العراب مش فقط هو هذي العضو القلب هو عمق الشيء من حيث كتوصل المنبع الداخلي دياله ذا هو القلب فالقلب ديال العظم هو المخ دياله فقلب الكتاب هو السر دياله فقلب الانسان هو روحه فاخصنا نوصلوه نمسو الروح ديال الإنسان وحنا المسلمين عندنا ادوات فكريا باش نمسو الروح ديال الإنسان ولا بغتي تمس الروح ديولدك ولد بنتك حاول تمس روحك را روحك انت بها باش حي ولكن را ما كتمس هاش باش كتمس الروح ديال الإنسان وكتمس احبابي بوحد السويعات اللي ما تيبقى فيها لا صيفة ولا اخر ولا مجتمع ولا انا واحد السويعات كتطيح ديك انا كتبقاش انا عندي ما كيبقاش الاخر ما تيبقاش الصيفة والصورة ديال المجتمع ما كيبقاش ترفض الهم لغداش غندير وبعد غداش غندير هاتش كله كيغبر وطاني بقى انا ومولايا ما قام المناجات واحد السويعات جاتك في النهار القطاق جاتك في الليل القطاق ونساها راسك حايتك هالشي وبرك معه وبلت تبرك معه السيدير بي ما شيتبرك تشكيع له ولا تقول له قد لي هادي ولا صيب لي هادي برك ما قل له بخيت نعرفك بخيت نعرفك والساروت باش تعرفوه والسيدنا رسول الله عايب هادك اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عايب هادي بحالك تركب واحد مكوك فضائي وكتبشي اسم السابع كتمشي لعند العرش كتمشي روح كل الفضاءات اللي مطحش لك على اللبان وانت يا راك ناسي اشتلق اللحظة اللي غطرة التدونيت الملتغة ساعة ولكن هي في سر الله الله وعلى مش حال منها الله وعلى مش حال منها هي كتحتبو عندما ساعة وهي الله وعلى مش حال منها كتجيب النورانيات كتجيب السقوة المعنى اللي كان محتوى تغيف القشرة السطحية للنفس بهذا القوة دي السر كيشد المعنى وكيهبطو القلب دي هو الروح توقيتها اللي كيغلغ المعنى عند القلب دي هو الروح الروح تتضرف فيه بالنورانيات وكيتمجي خارج معنى واحدة اخر نفس المعنى ديالك تانيت ولكن المعنى خرب الروح من نورانيات تدربي الاجتهاو وخارج توقيتها اللي خارج اول حاجة كيشع المحيط ديالك كيشع في صورتك في وجهك كيشع في مدرزك كيشع في استقبالك للخطاء الاخر كيشع في استقبالك لللوم كيشع في فعلك تيوي فعل صالح صائب متقون كيشع من اللي كتحطي الدكرة وحد كتقول على الشيطان الله يهديك هيا برد هدي رأي الساعدة بجبنها بساعة ساعة من المناجات ساعة اذا الشي هادو ادواتنا احنا نسلمين وكتلقى الانسان تخليهم تعتبرهم نوعا ما من الخرافات من الاساطير من من ما عفشنو وحاليا كين مختبرات من العيار تقيل في هارفارد اللي كتدرس تأثير ديال فعل تعبود بالمناجات على العقل وعلى النفس وعلى الضغط وعلى واحد العداد من الاترابات يدرسوها ولقوا بان الدماغ العقل ديال صاحب المناجات عندو حركيال توت ليزون ديال سيرفو من يتميزي كنت يفكر ما كيتحركش موضع من الدماغ ديالو تم موضع تم موضع يتحركوا عندو بزافت المواضع في اعنين واحد ماذا هو اسمه القوى الفكرية؟ بسجبناها؟ ما بشينا قتلنا رأسنا عند اريستوت ما بشينا حرقنا مخنا عند توليمي ما بشينا شرقنا دماغنا عند انشتاين بساعة من المناجات وسر هذا يسمى العلم لدني رباني لا الى الله حضر الله خاصة اللحظات ورجعلكم مستمعينا نواصلو الدرد شديا شكرا لكم جديد مستمعينا الكرام عالم الغديو مازال مواصن وزال مستمري معكم أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع يمكن حديثنا على الطفل المرغوب او الغير مرغوب كي تطرح سؤال كبير وعالمة استفهام كبيرة قدام الاباء والابناء كذلك ربما كانت فرصة باش نجاوبوا على جزء من السؤال ولكن بعدما درسنا معك وساد مامون المثلت بطبيعة الحال وشفنا التقاطع في ان يمكن انه يوقف تطرح واحد سؤال كبير هو كيفاش يتم هاد التقاطع خاصة وانه هاد العلاقة نوعا ما قد تكون معقدة أنا دائما استحبار المصطلح اللي استعملتي ما بين متعلق وعلق فكيبقى هاد الجانب هاد تطرح نفسه بقوة امام هاد الموديل هادي خصولي فكو طبيعة الحال حيث البنية الكبيرة للأم بلا ما تشعر مسكينة هي ديما تتباح بحل أولادها هي ديما تتغطيها وميا المكب ديالهم هي راه علاش الجنة حتى أقدم الأمها هاد ولدها يخصر معها الحضرة يقلقها يعيرها مت تفوتوش في الماكلة مت تتسول فيه سيكون الله يستردر شي مشكلة مشاهل الحبس تزوره سيكون دير العدب المبين في مرته أولاده وتتقلب عليه هاد المكب هادا هادا راه هوس واحد صورة مصغرة من الرحمة الربانية لهذا سميته الرحيم أشك نقول له احنا سيلة الرحيم لأن الشي هاد الحب ديال الأم هاد شكل راه صورة مصغرة من رحمة الله العباد إذن شنو خصها خصها القفلة خصها تقفل باش كت تقفل بالفصل والقطع طفل الملئة يكون معمو كي يعرفها من ذاتها ومن بعد كيتعرف على شخصيتها ولكن الملكن كيتعرف على ذاتها كيرضع من صدرها يعنق الحمها كي يشم عرقها كي يدفع بحرارتها كي يطمأن وتي هذن وتي سكن وتي باش يزول من الخوف من صوتها من ملامحها الشي هاده داتها هاده دات الأم بالتي بدي يتكلم معها ابتداء من عامية السنين كتبدا تردع له بشخصيتها فكيكون هو عنده فكرة على داتها وتي بدي يخد فكرة على شخصيتها وحلوقيتها خصو يتجاوز داتها مبقاش في الدات ديالها وتي يبدأ يقبل هذك الوسيط اللي هو شخصها شخصيتها اللي هو أسلوبها اللي هو فكرها كين بعض الأطفال اللي مات يقبل الشخصيت الأم كتكون الأم وقفة قصحة بتي بدي يبكي ومتي محنينش فيها بشي هرس لها الشخصية ويرجع للدات إنه هو ركن في التحام اللي كانت معنقة وهو ديك ساعر ما يغاوش بدأ ده ربع سنة ده الخمسة ما غي عاوش يرضع غي عاوش يتعنق ما غي عاوش شي غي بغاها في الخيال غي تدله ودير مع هالحالية لهذاك الدات غي في الخيال غي في الإحاء غير في الكلام باش هو يعاودي طمأن لأنه بقي في الاتصال مع الدات اشتي هنا ما يمكنش خصويت تفصل راه ما يمكنش تصرح له تقول له وحبي بارك برتي وما يمكنش لي نكون معه خصويت تفصل باش كيت تفصل باللا اللا احنا شاهدنا لا إلهاء الله باش كي يبدأ الإيمان كي يبدأ أن تكفور بالطاغوت وتؤمن بالله في عليني في آن واحد راه عندك تحبوا الإيمان رمشي هو أن تؤمن بالله وصلوا القرآن وشوفوا لقد تبين الرشد من الغي فهذه صورة الله تورينا فعل الإيمان فيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فعليني في آن واحد الفعل الأول فيه لا للطاغوت والفعل الثاني فيه نعم للله ولكن بجات بالله اللا موجه لمن للطاغوت إذا شنا هو اللي يهير لنا الفصل هو اللا رحتي إذا هنا فيه مشينا مشينا لو سنبوليك مشينا للشرع والأب يقيم العلاقة ديانه مع زوجته ماشي بداته ماشي أنا راجلك راح قيامها من حيث فين تبنيت تبنيت على الحق على الشرع إذا هنا الأم من اللي ما كتمسكش بالله من اللي ما كتملقش الله كأن العلاقة اللي هي ولدات بها من بنياش على الشرع من بنياش على الحق من بني على الرغبة من بني على حقيقة الحقيقة تقررها المقام الثاني بعد مقام الحق إذا الخصة هي ترجع باللق كتسجل موقفها ماشي من ما رغبة فيه مما تهواه مما يرغب فيه الطفل مما يهواه مما يفرض عليه هادك الموقف الحق اللي مسجله فيه اللي قامت به العائلة وهذا هو المتافورة هذا هو هذا هو الخط الحمر اللي وريدك يتفصل لحطي أنه هنا ماشي الأب الذي يقيموه أو يقعدوه الأم هو مجاله هو دوره هو صفته وهي مرسولة هي حاملة الرسالة حيت معنية بها حيتميها باش تأسات العائلة كذلك هذك الشركة اللي كيكون شو واحد خلف الاستاتيو المقاولة نقول له أخويا لأختيك الفلاني في المقاولة تصرفتي في واحد الايدن بغيتي تبيعها لزاكتي في الشركة ما عندك الحق خاص كون سيدميس خاص يقول اللي يعطيك الايدن وإلا لغيه لك البيع وتمشي وتحجز على واحد البيع اللي باع واحد موذية الشركة بمقتضى فصل في الاستاتيو اللي كيبنعه وتمشي المحكمة وتأخذ ايدن وتلغي البيع إلا اللي حتي لو ما كانت النصوص السبقية بيني ويا في المقاولة كنغي يكون تعسوف لهذا في العائلة بحكم أن ما كيش عندنا قاضي في البيت بحكم بأن المحاسيب المباشر اللي هو الله ما كيدخلش في العائلة كيخلي الأخطاء تبقى حدا هؤلاء كنقوله سبحانه هو تعالى تعالى عن أفعالنا وأخطائنا دير الصائب فهو لك دير الخاطئ فهو لك فكاش غادي يساعدك الله مني تبغيت راجع عن نفسك وتقول يا ربي يسرني العسنى فانو يسره لليسرة وكين اللي غادي يسره العسرة نسأ الله سلامه و العفية الشي اللي مشال هذيك تسوي عليك لكم غا يسر له اليسرة وواحدة اخر غا يسر له شوف تيسير في مقامين يتيسير اليسرة وعنفس تيسير العسرة يعني كتلقى واحد دي مع الدو حاجة مكالفطة إذن خاصنا الفصل ثم خاصنا مقام القطع إذا شو واحد قال لي نحن المغربة مقطوع ما غا نفهمه ولا الناس وكينة نحن دو حد لا نقول ما غاش مقطوع مش زرع اه معناه ما واخدش الزرع ديال لا ديال قارة ورد القهواء لا إذن مودمين إذن هنا في الجوش كل اللي مودمين على الاخر شكل ما قادر سيكون مقطوع الام الام وفي خبار كمراك يذكروا هؤلاء هما خمرتها هما نفحتها فهي ما تتقدش على الفصل لأنها كذكرها تكون مقطوعها مرحبا شكرا جزيلا لك وسلم ومبرك وأكد أنه إن شاء الله الموعد مجزد بك وإذن الله الأسبوع الموقبل برنامج مع المحلل نهاية أسبوع موفقة شكرا لك كنشكر مجدوين العلم الإدريسي لرفقتنا اليوم في الإخراج وفي السقبل المكلماتكم والاختيارات الموسيقية أيضا كنشكركم وسمعنا الكرام على الحسن الإصغاء والمتابعة كنسمنا لكم نهاية أسبوع موفقة شهية طيبة دمسم في رعاية الله إلى اللقاء